لم تشهد سوريا في ثماني سنوات من الحرب أزمة كالتي تشهدها اليوم طوابير طويلة أمام محطات الوقود وشوارع خالية من العربات وهو ما استدعى فرض قيود جديدة تحدد سقف الشراء كل مواطن بـ 20 لتر من مادة البنزين كل خمسة أيام سوريا كانت تنتج 400 ألف برميل يومياً اليوم سوريا تنتج 24 ألف برميل يومياً هذا العدد أسباب أولاً أهم حقول نفط واستخراج النفط بسوريا هي موجودة في منطقة الشمال وهذه المنطقة هي خاضة على النفوذ الأمريكي اليوم والقصمة الثانية بيد الأكراد في حقول اتعرضت لأضرار وكانت تحت سيطر الدعج اليوم عم بتم ترميم هذه الحقول وبدأ بعد شوية وقت لحتى ترجع تنتج متما كانت تنتج بالسابق وفي عنا النقطة الثالثة أنون سيزر نحن في سوريا اليوم أمام عقوبات وبالتالي هذه العقوبات عم بتأثر على الشركات اللي بدأت عامل مع الدولة السورية إضافة إلى موضوع قناة السويس الدولة المصرية عم تمنع الصفن المحملة بالنفط اللي عم تتجه إلى سوريا الأزمة هذه لا تنفصل عن واقع الحرب المستمرة في سوريا وان بأوجوهن أخرى عم نشهد اليوم شكل جديد من الحرب ضد سوريا بعد فشل الحرب الأولى اللي كانت حرب من خلال قوى رديفة وتدخلات مباشرة عم نشهد نمط من الحرب الهجينة وهذا الشكل من الحرب بيعطي أهمية قصوى للعقوبات بسموها العقوبات القصوى بتصور أنه من خلال العقوبات القصوى ممكن يوصلوا إلى نتائج من خلال الضغط على الناس بمستويات معيشتها لدفعها للانقلاب على حكومات بتقديري أنه هذا رهان ما له أساس بتقديري أنه الداخل السوري خرج للتو من حرب مدمرة ودامية والهم الرئيسي للناس بسوريا هو عودة الاستقرار الحرب الاقتصادية هذه قد تواجه بأساليب عدة أمام الدولة السورية مجموعة حلول واحد زيادة الانتاج اثنين استعادة بعض الحقول من يد المسلحين خاصة بالمناطق التي تعتبر بعدها خارج سيطرة الدولة السورية ورقة المعابر ورقة مهمة جداً بيد الدولة السورية اليوم في معادلة اسمها حاجتي مقابل حاجتك وبالتالي قد تستخدم هذه الورقة لحصولها على النفط مقابل تسهيل مرور البضائع للدول العربي أربعة تفعيل الاتفاقيات الموجودة اليوم بين الدولة السورية وروسيا وإيران والعراق فتحت الإدارة الأمريكية حرباً اقتصادية على سوريا والخوف أن تتمدد الأزمة خارج الحدود السورية بموجة نزوح جديدة حسان الرفاعي قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر